اشتركوا في القناة اولادنا اللي ذاكروا وتعبوا طول السنة ولو قدر ربنا ان فيه سؤال وفيه غموط شوية تفكر بتركيز عالي وان شاء الله توصل للنتيجة الصح الانجليز بحر قلنا ما يتلم انا ارهقت نفسي وارهقتكم السنة دي وكلنا تعبنا انا ما شرحتش منهاج اخوانا احنا شرحين حوالي من خمس لست مناهج قطع كتير جمل كتير كل امتحانات الوزارة الاسترشام مش طول عليك انا عايزك بس في النقطتي مهمين او النقطة ولادي اللي على مستوى الجمهورية ليكوا قناة على اليوتيوب لمستر حسن نجار اكتب حسن نجار يونيت وان هتلاقي شرح مبسط ومتحان حلل هو لك هتخلص 16 يوني بنفس الكفاءة يبقى انت خدت منهجك وسمعته بقطع فهم بسئلة سريعة عن نوفل لو جات لك فكرة احنا جاهزين طب خلصنا كده يا مستر عندك بسم الله ما شاء الله خمس حصص لمودي الانس اللي حصص مصر كلها على اليوتيوب اي طالب مسكندريال اسوان يفعل ويشتغل طب خلصنا ده كل يا مستر عندك حصتين مهمين جدا حصة في الترجمة سايبها لك وانت جدع طويلة شوية بس ان شاء الله فايدة ولحلة منها حصة الايسي بقى سئلة البنك شويت ما تنساش يحميك ربنا كده انت عندك مادة علمية فري تماما تماما لكل طلاب مستر حسن سواء اللي عندي او مش عندي هي خدمة لكل ولادنا وكلكم ولادنا اما بالنسبة لمنصة السوبر اولاين اكاديمي ولادنا حبايبنا قريدي كان معهم الحصتين فما زال عندك القدرة تفاعلهم مذكرة موجودة ام موجودة وكده شغلك انا متطمن عليه ده كلام نهائي بالنسبة للمستر الحاجة اللي انت برضو اتعاملت معها بدون خبرة ومع احترامي لكل اولياء الامور انا مدرس مدرسة حكومي اسمها مصطفى كامل عشت في نبوية موسى كمدرس بيروح يصحح بالقلم كده سنين طويلة مع اخواننا الاساس ده الافاضل يعني احنا اتمرمتنا في التربية والتعليم بمعنى ان احنا مرة كنا من اجلنا نسلم كتب مرة نقامنا على مدرس مصطفى كامل اطلع مصطفى كامل وروح مدرسة لمدرسة مبارك اللي هي 25 يناير وروحنا مدرسة لزالي قبال فاحنا رحنا شوفنا التصحيب عينينا والله باحل فيمي بالله في الكنترول سنوية عامة قبل كده اترمى فوشينا الورق بعد ما صحنا العينة وقال اللي مش عاجبه ينجح الطلبة يقدم اتوقع الله يعني معنى كده الدولة معاك الدولة هتنجحك وهتعديك وان شاء الله هتعدي المجموعة ممكن انا اقول لك اللي جاء الرأفة كده قبل ما نصحها نديك 20 درجة اخف العربي الاول ونمنع على كده ان انت ممكن يكون لديك 20-30 الله اعلم في التنسيق والكنترول هتمشي ازاي بس انا واسك ان الدولة معاك ليه احنا عشنا ايام في التصحيح الدولة كانت معانا ان احنا بنده درجات رأفة بالهبل الولد والله في الانجليزي مثلا المفروض النجاح من 25 من 50 طالب جايب 20 يقول لك ادي له 5 درجات ندول له علي حاجة وننجحه فاحنا كده كده انا واسك ان الامتحان حاجة ورد الفعل في اللي جان حاجة والتصحيح حاجة تالتة خالص مش هتختر على بالك انتو اتعبتم لانك احنا عشنا مع جيل الثورة 2011 والدولة وفت معاه وعدوا لجان على خير كانت طالب في اللجنة وجيش بيحمي اللجان 2013 في مشاكل في البلد والدولة وفت معاك السنة دي ارهاقر عادل النظام جديد الناس مش مستوعباء الطلبة مش مستوعباء بس ان انا وثق منه ان شاء الله كبوة وهتعدي فاللي فاتمات مهما كان الامتحان بكرة مستوى سواء سهل يبقى الحمد لله كلهم موفقين قدر بنا صعب يبقى صعب عالجميع ما تتوترش تطلع من لجنتك مش عايز بقى الفضاح اللي انتو فضحتونا الله يهديوك يا رب كان منظركم بشع في الاعلام خالص انتو رجال عن كده بناتنا شوطرة عن كده اللي فاتمات بقول لي حضرتك شوف المادة اللي بعدها وانا متطمن انتو قد المسئولية ومتطمن انتو بسم الله ما شاء الله هتشرفونا وانا اقول لكم قبل ما تخشوا اللي جان ان فيه ردود افعال لطلبة اوي 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 يعني احنا حتى في العرب اللي عمل ضجة ده في طلبة طلعة مبسوطة ازاي انا مش عارف في الصراحة حتى في الفروع الرياضة في طلبة طلعة مبسوطة برضو انا ازاي مش عارف انتو عاديين بالصوات وبتصرحوا في زميلكم قفلين ففيه عيال من اول السنة مركزة اوي فمعلش اللي تفاجئ بنوعية جدام الاسئلة ما ترهقش زينك زيادة عن اللزوم طب يا مستر اخر نصحة لنا دي مادة لغة انجليزية يعني ما فيش حاجة اسمها جملة جاية بالنص ممذكرة فيش حاجة اسمها يا مستر حسن قال الجملة دي بالنص ففيش حاجة اسمها بالنص في الانجليزي ومال في ايه في تسمع الفيديوهات اللي عندك على قناة المساعة تيوب حسطين اجزام نايت مذكرتك معاك خلصت ان شاء الله قبل الليلة الامتحان الساعة 12 بليل الخير ما خلصتش خير تنام لي 6 ساعات عشان تعرف تقوم وتكون فاية اللي انا بخمن اجابة صحف بقى را قطع اول كلمة مش عارفة ما نهرش ما ده طبيعي فلازم انا امشي معاك براحة وسايسها واراها مرة والتانية والتالتة والربعة وعندي اسئلة الاس ضربنا عليها كتير جدا وجدا والترجمة طب ايه المطلوب يا مستر المطلوب ما تتغرج بقى بالوقت الشكوى العامة كانت في المواد دلوقتي مش مكافينا الانجليز عشان انت متضرب كتير جدا انا خايف تخلص لبادري وتمشي لبادري ما ينفعش فترجع مرة والتانية خاصة في قطع الفين انه حبكم في الله حبيبي قلبي معاكم وانا زعلان على زعالكم والله بس انا واسط ان الدولة ان شاء الله توقف معانا وترفق بأولئة الامور وترفق بالحال الطلبة المنظر كان صعب جدا وجدا الشباب يا اخواننا ما يستهلش 17 سنة ان هو بالمنظر ده الناس تتعاطف شوية مع أولادنا التنسيس صغ تماما هينزل انا دفعي 93 هندسة اسكندرية في دفعتي انا دخلت لقليل تربية لغة انجليزية كان رفعي المجموعة كنت انا عدبي جاي ب82% وكنت من اول سنوية عامة فعلا كلام الوزير الصح لان دفعتي لما دخلت هندسة اسكندرية كانت والله 73% هندسة اسكندرية فحبايبي زميلي المهندسين دخلوا هندسة من 73% فانت وطرت نفسك زيدي على اللزوم الموضوع هو ناس بتأكد ان السنوية عامة رجعت لزي زمان الموضوع اللي انت مش تجيب لي 100% او 80% 80 من 80 في العربي 50 من قليل لا لا ممكن انا اجيب 45 من 50 في نجيل بل اول على المدرس عادي خالص فانت التنسيق اللي هيحكمه انت رقم ايه بالنسبة زميلك طب ما احنا قبل كده كان عندنا تحسين وكان الوقت بيجيب 99% ما اعرفش يخش اساسا كل الطب لان اللي فيه كان جايب 100 و 2% فاحنا تاريخنا طويل مع سنوية عامة احنا بالدرس السنة بقى لنا 27 فانت ممكن تلاقي نفسك علم رياض جايب 75% وهندسة عين شمس هندسة الكرة والله وانت يا من الناس بتاع المعلوم انا جايب 80% ودخل بقى طب عادي عادي خالص والطمن فاللي فات مات خليك جامد وجدع فيما تبقى من المؤدي اني احبوكم في الله بابا حبيبك مستر حسن نجر قلبي معاكو حبيبك باي باي اشتركوا في القناة